على كل حال المزيد من المتابعة والتفاصيل من نيويورك ينضم إلينا الزميل ياسر نوردزين مرسل إكسترانيوز ياسر أرحب بك معنا إذن في هذه النشرة ودعني أبدأ بالتفاصيل الخاصة بهذا الانفجار تفضل أرحب بك نانسي وبالسادة المشاهدين بالفعل كما تفضلت كان في حوالي الساعة السادسة والنصف صباحا ظهر هذا الانفجار في مدينة ناشفل بولاية تينسي هذا الانفجار الذي وصف بأنه كبير للغاية وقالت الشرطة في الأمريكية بأن من المحتمل أن يكون هذا الانفجار متعمدا قال أيضا جون كوبر عمدة المدينة عفوا بأن هذا الانفجار أيضا كان المحتمل أن يقضي على أشخاص كثيرين إذا كان في توقيت متأخر من النهار ولكن الحمد لله أنه كان في السادسة والنصف صباحا تدررت حوالي أكثر من عشرين بناية محيطة بمكان الانفجار ودعا جون كوبر بأن لا يذهب المواطنين لمكان الانفجار في وسط المدينة خصوصا ننسي بأنه هناك احتمالية وجود سيارات مفخخة أو شبهة في ذلك أيضا كما قالت الشرطة هناك ثلاثة أشخاص تحدث عن سيارات مفخخة وما شبه يعني الشرطة ما زالت والإف بي آي ما زال الأمور قيد تحقيق ننسي ولكن أعلنت في البداية الشرطة من الوهلة الأولى بأنها عملية إرهابية يعني مفخخة لهذه السيارة وقالت بعض هنا على الفور قالت بعض الأنباب أن قد قد يرجع الأمر للخلاف الدائر بين دونالد ترامب الرئيس الحالي وجو بايدن والجمهورين والديمقراطيين فكان هذا التخوف منذ أسابيع كنا نتحدث عنه دائما ولكن يعني نرجو أن لا يكون جراء ذلك يعني هذه الانفجارات التي تودي بحياة المواطنين فهناك ثلاثة مواطنين أصيبوا ولكن بتقول هيئة الإسعاف أنهم في حالة جيدة ليسوا في حالة خطيرة لكن الأنباء الأولى في هذا الأمر أنها عملية مفخخة مضبرة والشرطة في ناشفل دعت أيضا المواطنين بعدم الاقتراب من منطقة الانفجار وما زال التحقيق مستمر إلى هذه الساعة ياسر ان سبحت لي في هذا السؤال يعني مزيد من التفاصيل عن موقع هذا الحادث في ناشفل هل كان أثناء مرور موكب حكومي وجود مؤسسات أو مقراط حكومية في هذه الدائرة؟ ليس لم يكن ذلك حيث كانت كما أوضحت في الساعة السادسة والنصف صباحا والتحقيقات سوف تبين ما إذا كان هناك مثلا ضبط هذه القنبلة والتي وصفت أيضا بالكبيرة يعني هذه القنبلة كانت شهدة كما قالت الشرطة شهدة الدخان من بعد حوالي أكثر من ميل من المنطقة التي تم فيها الانفجار الشرطة في حالة تتأهب في المدينة بالكامل لننسي حيث أن هذه الفترة هي فترة أعياد الميلاد كما تعلمين وهناك التخوف كثيرا حيث التجمعات الكبيرة من العائلات وحتى الذهاب إلى الكنائس للاحتفال بالأعياد فتأهبت الشرطة ليس فقط في نشفل ولكن أعتقد أنها سوف تكون رسالة إلى الولايات الأخرى يعني تحسبا لهذه الأمور التي قد تعكر صفو الاحتفالات أعياد الميلاد وقد تؤدي بأرواح المواطنين وكما تعلمين كان هنا في نيورك ولكنها كانت حادثة فردية منذ أيام أيضا كان هناك رجل أطلق النار ولكن الشرطة قامت بقتله على الفور عندما اقتطت نعم أنا بشكرك ياسر على كل هذه التفاصيل وبالتأكيد نحن مستمرين معك حتى تتضح هذه الصورة ويكون هناك بعض التصريحات الرسمية من المسؤولين في الداخل الأمريكي لإكتمال صورة ما حدث في مدينة ناشفل أنا بشكرك ياسر نوردين مراسل إكسترانيوز من النيورك شكرا لك